وتعالوا نعمل البيتزا عشان نرجع نعمل العجاءن باخر فقرة نعمل البيتزا المقلية هناخد العجينة ودي مش وصفتي البيتزا المقلية هي موجودة في ايطاليا وبتتعمل العجينة بصو تاخدوها باديكم كده دي طريقة فرد البيتزا بشكل عام عشان نعمل الرم اللي على الاطراف ده تضغطو كده بترشو دقيق وبتدو تفردو تريحوها باديكم الاول كده وبتدو تفردوها المقلية عملناها قبل كده على فكرة بالسيزن 1 انا فكرة بتوسعوها المقلية بتبقى أدخن شوية من هلأ على الخواتم عشان ما يقطعوش العجينة بس أدخن شوية من اللي حنخبزها بس احنا منوسع البيتزا بالشكل ده منلف ومنوسعها تمام دي بقى حنقليها لما نقليها نحط الطوپنج اللي احنا عايزينه عليها وهل ممكن لدخلها الفورم تتحمر ممكن يعني ممكن بعد ما تطلع مقلية نحط عليها الجبن أو أي طوپنج ونحمرها سعراتها عالية هل هي حلوة؟ حلوة جدا النهاردة هنعملها حلوة تعالوا نختبر حرارة الزيت بقطعة عجينة صغيرة الأول نفرد واحدة سواء نحطها واحدة هنا سأعز أتأكد عشان أول ما نزله ما تشربش مية زيت كتير حرارتها ممتازة خلص تعالوا نحط العجينة دي نقل الدقيق قد ما نقدر بشويش في الزيت طبعا يلا اختبار الكنترول إحنا منقلي بأنهي زيت دورة صح؟ لورو إيه؟ دورة ولا عباد شمس ولا كانولة؟ أيوة كانولة صح وعباد الشمس الدورة ما منقليش فيه ليه؟ لأن الدورة بيحترق بسرعة زيت الدورة وحتلاحظوا من لونه لو شوفنا الأزايز إنه هو لونه أغمى لورو ما بيكرروش الزيت لدرجة يفقد خواصه المهمة فمحافظين على فواية زيت الدورة وبقولوا لنا إنه ما نقليش بزيت الدورة نستخدمه في الخبز في الطبخ في اللي احنا عايزينه بس ما نقليش خالص علشان هو كانولة وعباد الشمس بيحتملوا حرارة أعلى تعالوا نشوف هنا البيتزا الله 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 أنا من عشاق خلصت جواب أنتم متخيلين؟ تفتكروا عايزة شوية كمان؟ سنة كمان طب نلفها أنا من عشاق طريقة البيتزا اللي هي بالصاجة الأول وبعدين بالفرن شفتوا سرعتها؟ يعني أنا بكنتها على جنب يدوبك بأول الساجمن دخلناها الفرن مفيش 3-4 دقائق كانت جاهزة الفكرة بالسهولة العجينة دي أنتم ممكن تخبزوها زي ما أنا عملت ودخلوها لفريزر إن شاء الله أحجامها أدي كده وهي مجمدة تطلعوا اللي أنتم عايزينها تفك شوية وبعدين تصلونه وبعدين تحطوا الطوپنج وتدخلوها فدي برضو من حلول الساحل ناس كتير بتقول لي قولنا تحضيرات مسهلها أعملوا عجينة كتير أحجام أصغر فرزوها بعد ما تسووا الطبقة اللي تحت وخلوها مركونا في الفريزر نطلعوا واحدة عليها الطوپنج وعلى الفرن يلا نطلعها بتهيئة اللي هي استويت تماماً خلاص الله 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 بترككم النهاردة مخبز ميز شو أنا بحب حلقات البيتزا إيه رأيكم؟ مستوية من فوق مستوية من فوق ومستوية كمان من تحت لإنه إحنا سويناها قبل ما ندخلها تعالوا ننقلها هنا على البورد أهو ونقفت لها رحان إيه رأيكم؟ رحان يتحط لما البيتزا تطلع احط لها شوية رحان فرش أنا جاي بها الصبح النهاردة من الجنينة عندي أحب أزرع الورقيات دي تعالوا بسرعة نطلع البيتزا كنترول ينفع أسرق دقيقة عشان نقدم البيتزا دي وهي سخنة بصوا بيطلبوا رشوة مقابل الدقيقة دي حاضر حاضر أحلى رشوة هناخد العجينة أشوف الناحية دي أحلى بصوا شكلها هنا باللحظة دي تحطوا صوس طماطم تحطوا جبنة تدخلوها بس تحت الشوية بس يعني كل شيء مقلي حلو الصراح آه بيتخن بس حلو تعالوا دلوقتي نحط دي هنا ونعمل البيتزا ننقل دي هنا ما عندي بورد لأ دي حنعملها ديزيرت وأعتقد التليان بيعملوا ديزيرت بالريكوتا مع العسل احنا النهاردة خرجنا من إطار الطوپنجز التقليدية عندنا شوكولاتة عندنا سوداني وعندنا كرامل وعندنا موز الخلطة دي بتليق مع بعض جدا بالكرب وبالوافلز تعالوا نعملها بالبيتزا وهي سخنة عشان تتفرد الشوكولاتة بسهولة بنحطها بنحطها فيه ناس بتتعذب دلوقتي اللي بيحبوا هي شبه الدونتز شوية عارفين فيه البنييه والدونتز تديني الطعم الحلو دا هنفردها وحنقطع موزة موز مع الشوكولاتة مع الكرامل مع الفول السوداني خلطة خلطة ميدن هافن دايما تبقى لها المكونات دي لايقة مع بعض هنوزع الموز ونوزع الفول السوداني ويا ريت يبقى متحمص عشان الملح دا بيزبط الحلاوة كتير وبالاخر شوية كرامل العجاء بتتعامل ازاي؟ هو ده السؤال العجينة الحلوة دي والعجينة الحلوة دي هنعرف بعض الفاصل وحندوق بعد الفاصل فقر التعذيب هتبقى تعذيب بجد موسيقى 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 موسيقى